يعني في امور كتير يا برج الحمل انت بتفسرها غلط كلامك عن نفسك كمان بيأثر على حياتك بشكل سلبي يعني لو بتفضل تتكلم عن نفسك بشكل سلبي زي مثلا انا حظي قليل انا هفضل كده الحاجات اللي هي زي دي بتخلي تقطف دايما منخفضة ومهما قولك بقى يعني مهما قولك سواء انا بسمعني انا او بسمع حد غيري انه لو قلتلك انه في تحسن ان اللي جاي احسن ان في اي حاجة كويسة جاية في حياتك لو بالتفكير ده انت هتخلي الامور تقف انا عايزك مش تصدق كلاني يعني مش تقول ان انا بكلاني صح او ان في حاجة هتحصل لك فعلا انا عايزة ظنك بربنا يكون جميل او ظنك في الله يكون خير نلغي الافكار دي من حياتنا وكل الامور هتتحسن بإذن الله انت عندك تحسن قراءتك لحد دلوقتي القراءة يعني ممكن نقول عليها الجيدة برغم ان شايفة حالات انفصال كتير بعضكو مش كلكو هو اللي المصر على يعني يقطع العلاقة مش عايزة رجوع تاني المشاكل اللي حصلت خليك تفكيرك اكتر حاجة مركز على نفسك مش تفكير قانيني يعني انت ده تفكيرك مش تركز على نفسك ان انت تبقى قانيني لا هوضحها لك ازاي انت حاسس انك محتاج تبقى مع نفسك اكتر بالرغم ان انت جيلك عرض رجوع يعني جيلك بالفعل عرض رجوع من الطرف التاني وانت رفض او ممكن يجيلك في الفترة القريبة اللي احنا فيها دي كل تفكيرك يا برج الحمل انك تشتغل على نفسك انا بتكلم على الناس اللي في الوضع ده اللي انا بتكلم عنه ده تفكيرك كله انك بتشتغل على نفسك بتركز على الجانب العملي اكتر ممكن تكون عايز تسافر او عايز تغير مكان شغلك وتبعد مش تبعد هروب انا شايفها طموح يعني شايفك من لان تفكيرك بقى متركز اكتر على الناحية دي فانا شايف ان هو طموح زايد عندك في الفترة دي وانا بقولك ان الفرصة مناسبة ومتاحة جدا بكل اللي انت بتفكر فيه لاني شايفهك بالفعل شفجل على دا انت شفجل على نفسك فعلا لكن بعضكو فيه رجوع فعلا فيه رجوع للطرف الثاني بس ثويني ثويني معي موضوع السفر اللي عنده عرض سفر شايفة في بعضكو عندو حيرة بين حب وبين صفر شايفك تفكيرك بيقولك يعني انك لو صفرت هتسترر تبعد بس انا شايفة ان قراءة بتقولك ان الصفر هو الافضل لك هو مش هيحصل انفصال لكن ممكن نقول ان العلاقة هتستور للأحسن وتتغير كلها لطلحك ممكن تتغير كل العلاقة لطلحك انت يا برج الحمل نرجع تاني للمنفصلين برج الحمل انا فاكرة اني كلمتك في كراءة ابريل عن اختياراتك الغلط شايفة ان ده اذاك كتير في حياتك انت بتعرف بعدها ان الاختيار غلط ده كمان ظاهر عندي في الكراءة هنا في شهر يونيو ظاهر عندي برضو للاسف انت لما بتعرف بيكون يعني بعد ما ده بيكون خد منك من منك ومن اعصابك انت بتختر اللي بيوجع كمان ان شايفة ان في بعضوك الحب ده من طرف واحد اللي هو انت في بعضوك عند الحب ده من طرفك انت بس يا برج الحمل شايفة في خداع شايفة العلاقة وعطفية في خداع في كذب انت تعرضت له وانت ساعدت فيه يا رب يكون كلامي واضح يكون عارفة وصل اللي انا عايز اقوله الكذب والخداع اللي انت تعرضت له انت ساعدت فيه يا برج الحمل اللي انا كذبت احساسك اصلا يعني كذب انت جيلك الاحساس كذا مرة وكذبته بالرغم كده انا شايفة الحب حوليك بس انت باطص في اتجاه غلط وبالتالي وبالتالي وضعك حزين. انت بتلاقي بعد ما بتبص الاتجاه الغلق انت بتلاقي تجاهل بتلاقي ظلم بتلاقي غش. زي ما قلت برج الحمل انت لو غيرت الصريقة اللي تختار بيها هتشوف الشخص المناسب واللي هو بالفعل موجود. كارت العدالة ظهر لك مرتين. وده اللي انت هتحصل عليه في الشهر ده ان شاء الله. سواء عاطفيا او مدين. شايفة هيكون فيه رجوع للمنفصلين بالذات. المرتبطين بابراج نارية. وممكن ترابية. اقوى حاجة ابراج نارية لان شايفة الطرف التاني تذكيره من ناحيتك تحول تماما. انتو كان بينكو ضرب نار. ومن ناحيته هو اكتر. اللي هو الطرف الثاني هو ناري زيز برده. الطرف الثاني ده أهملك كتير كان لا يبالي بيك دايما يعني بيفكر دايما بيفكر في أخطائك يعني دايما معاملته معك انت بتشوفها سيئة لأنه هو تفكيره من ناحيتك سلبي تفكيره من ناحيتك انت بتعمل كذا انت بتتصرف كذا انت بتفكر كذا تفكيره من ناحيتك كله بالشكل ده بالتالي تصرفاته معك ما كانتش حلوة أبدا الطرف الثاني أنا شايفاه دلوقتي وكأنه بيحكم ضميره يعني هو تفكيره تبدل تبدل يعني تبدل تماما بيفكر في أخطائه هو يعني العلاقة أتنى ما انتوا فيها مع بعض هو دلوقتي بيفكر في أخطائه هو أو ممكن في الظلم اللي عرضك دي تير جوه ان شاء الله بس هو لما يرجع مش هيقولك كده مش هيقولك الكلام بالشكل ده لأني زي ما قلت أنا شايفة طاقته نارية حتى لو هو برج تاني فهو طاقته نارية يعني مش هيقولك أنا غلطان والحاجات دي لا لا بس هي ممكن التعويض منه يكون بأفعيل أكتر منها كلاميا أنت بقى تعمل إيه؟ أنت برج الحمل تعمل إيه؟ أنت لازم تتعامل مع الموقف بذكاء يعني أنا شايفك هتكون مندفعة هتكون متهور لا أنت لازم تتعامل بذكاء بذكاء يعني كأنك بتلاعب الشخص اللي قدامك اتعامل بدمغت مش بخبص ذكاء تفرق عن خبص لأن لو أنت ما تعملتش كده زي ما أنا بقولك وتعملت بالشكل اللي أنا شايفي لها وتعملت بتهور وبندفاع ممكن ترجع المشاكل تاني المشاكل اللي كانت بينكم ممكن ترجع تاني جورج الحمل شهر يونيو الشهر ده مهم جدا 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 في حياتك في حاجات كتير جدا في إيدك في إيدك أنت أنك تحول كل حاجة لصالحك مش حد تاني أنت بس اللي تقدر تحول كل حاجة لصالحك وده مش بس على المستوى العاطفي أنت محتاج تفكر محتاج تخصص لكل حاجة عايز تعملها أو للشكل اللي أنت عايزه لحياتك لأن بناء عليه صدقني هيكون فيه تحول كبير جدا جدا على مستويات كتير أو يعني كذا جانب في حياتك هيكون فيه تحسن الأحسن للأحسن لباقي اللي باقي لباقي السنة بقا يعني ده هيخدنا مش مش الشهر ده الشهر ده هو اللي هيكون فاصل نفس الكلام ينطبق على المتزوجين والغير المرتبطين المتزوجين يا برج الحمل شايفة فيه توسر كبير في العلاقة زي ما قلت الموضوع محتاج منك ذكاء وحكمة وتركيز لأنك شوية بتبقى مش عارفة أقولها لك إزاي مش عارفة أقولها لك إزاي يعني زي ما قلت أو ممكن يكون ده ممكن يسميها اندفاع اندفاع بقى في تصرفات في ردود أفعال حتى لو اندفاعي جادي أنا ما بقولش اندفاعي يعني أن انت آآ جاية من العصبية مثلا على قدامك لا حتى لو اندفاع في مشاعرك كل اللي ده لازم آآ لازم يبقى عليه كنترول آآ آآ برضه أنا لسه هنا مع المتزوجين شايفة منكم يعني دي لازم يفكر التفكير ده آآ ممكن تكون بتتعرب لغادرة أو خدايا يعني عند البعض كمان احتمال دخول أو وجود طرف ثالث في العلاقة وفي الغالب اللي في الوضع ده انت عارف كده يعني أنا مش بقول حاجة انت مش عارفها وده طبعا أكيد مش عندك كل موضوع طرف ثالث دي مش عندك مش عندك كل لكن اللي أنا بكلمه في الحالة دي هو عارف كده آآ كمان الغير مرتبطين في حب مناسب برضه موجود حواليك انت بس محتاج تشوفه موجود او موجود انت شايفه لأ انت مش شايفه شايفه خالص أنك زي ما قلت برضه في البداية انت باصت في تجاه ثاني غلط الاتجاه الثاني غلط اللي انت باصت فيه ده هيخسرت كتير الحد الثاني اللي بيحبك ده هو بيحاول يعني أنا شايفة منه بيحاول ان هو يتكلم آآ في حاجة منعي ممكن يكون تجاهلك ممكن يكون مستني يتأكد آآ ده قرارك انت يا برج الحمل بس أنا شايفة في حد هيحاول يتدخل في حد هيحاول يتدخل او يأثر عليك او يحسسك انك دايما ظلط نوع من انواع الانتقاض يعني المطلوب منك انك تتجاهل اي نقط او اي تأثير يعني اي تأثير خارجي تتجاهله خالص آآ اللي هو ممكن يأثر على قراراتك قراراتك دي اللي هتيجي فين هتيجي بعد تفكير زي ما قلت شهر يونيو آآ من الواضح من القراءة كلها ان هو آآ شهر مصيري شهر فيه انتقال لحاجة تانية احسن في حياتك ان شاء الله آآ زي ما قلت برج الحمل آآ الكراءة كويسة في نسبة رجوع ان شاء الله آآ مع طاقات نارية وترابية لكن مع الابراج الترابية في بس قدامي حاجة عايز اقولها آآ شايفة في شوية تعنط من ناحية الصرف التاني اللي هو الترابي برغم الحب في حب بس انتو مختلفين تماما هو يعني هو شايف كل السلبية في اطباعك ده طبعا من وجهة نظره سلبيات كتير جدا هو شايفها في اطباعك من وجهة نظره هو يعني بالطريقة اللي هو بيشوف بيها الحياة وبالطريقة اللي هو بيشوف بيها البني قدمين مش شرط ان انت تكون كده فعلا آآ يعني شايفة آآ ممكن يكون بيشوفك منفتح في افكارك او اجرأ منه او عايز تعمل حاجات هو ما يقدرش عليها ما يقدرش عليها طبعا بتكلم من ناحية الجرأة يعني آآ ممكن نقول عنه انه بيحب يفضل زي ما هو وده نثبت بعد كتير في العلاقة ليك وليه آآ ده ممكن نقول بردن هو محتاج منك تفكير محتاج منك تفكير ليه لانه لما بنكون مع طرف مختلف بثبت لو احنا متجاوزين يعني موضوع توافق الابراج ومش توافق الابراج انا شايفة انه كل الابراج ممكن تتفك بالاكبر لو احنا عرفنا البرج الثاني بيفكر ازاي وانا مستعد يكون عندي شوية تنازلات تنازلات مش تنازلات آآ في حاجة ما ينفعش فيها تنازلات لا تنازلات آآ بروقي يعني انا اقدرش اعرف مثلا لو انا برج نالي والقدامي برج ترابي فانا اعرف تذكير البرج الترابي والله ينفع نتفق وينفع تبقى هي دي الحقيقة لان المشكلة انه احنا اللي بنخلق المشكلة بنخلقها ليه بس للاختلاف يعني انا مختلف عن الطرف التاني وهو مختلف عني فمن هنا بتيجي المشكلة لكن ممكن تكون انت مفيش عندك اي حاجة وحشة وهو مفيش عنده اي حاجة وحشة فانا هنا بتكلم عن الموضوع من الناحية دي انت والطرف التاني بتكلم هنا عن البرج الترابي انتو مختلفين عندك القدرة انك تفكر في شكل العلاقة تعرف الطرف التاني بيفكر ازاي تعرف تقرب وجهة نظرك بطريقتك اوكي ده لو عايز تكمل القراءة انتهت وشكرا للمتابعة برج الحمس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة